مرحبا اخوان راح نشوف شن مشكلتي مع فيفا والسرعة اللي صارت نهائيا ما تترقع ماش سالفته شوف الكيلو بايت اني عندي صار زيرو بايت راح نسوي تيست على موقع اللي هو اليوتيوب لانه موقع اليوتيوب هو اكيد اللي يكون عاقاتهم راح يسحب اكثر ترافك ممكن 18 كيلو بايت 19 كيلو بايت خلينا نفتحي مقطع يمكن بمقطع كل نوع ما كبير هذا ثمان خمسين دقيقه اوكي ما يقولي ناتينيور كانتري اوكي انده انا مقطع ثاني براكبون سراع خمسة عشر ثلاثة عشر اربعة عشر ستاعش الاحي ما بطل مقطعه خانا اقشت سيعنا سوي نوت حق الصوت قتح سيرا حقا داعش اوكي سيرا حقا داعش اروع اوعاعش قتح سيرا حقا توب ريت عطاني لحن 19 طبعا 19 بالغلط لعت هذي شا سوي تقيت عليهم لما قلت بس شوفوا لي حل طبعا مو بيوم واحد صالت غيب يكن حين كن اكثر من ثلاثة سابع اوكي ها ارتفع صار حين 46 كيلو بايت راح يرد مرة ثانية زين صعد ممتاز شي طيب تسعة خمسين نزل بنشوف انا وياكم قبل اسجل مقطع هذا طبعا كنت توي مسكت تفن منهم الظاهر ممكن سووا شي عندهم ريستارت حق الراوتر مال شركة فيفا ما ادري بس ما صالي فترة ما شفت الرقم هذا يعني الثاثينات والاربعينات خنشوف انا بكمل اشوف المقطع لحد ويني نكمل معي ولا وهلا انا قاعدت تبلع عليهم ولا السيرفيس تاعت مثل ما تشوفهم تحت فل والبرجة اصلا ما شركة فيفا قدام بيتي يعني ما هو بعيد ردينا على الثلاثينات ستة عشرين ها طبعا اول ما اشتركت عندهم فيفا كان يعني اقل شي يوصل معي الداونلوود ريث اني نفسه اقل شي كان يوصل معي اربعمية اقل شي وصلت لغاية 1.2 mb يعني 900 1000 1200 1200 اول ايام الحين نهائيا عطوني نظام خدعوني ونشوف طيب خلال ما هذا نشوف نبطل لصفحة ثانية اي مقطع مثلا اي موقع خنشوف موقع اياه 13 11 10 12 لحمة بطل موقع اياه 8 كيلو بايت 10 طيب يلا نسكر اليوتيوب اللي قاعد يسحب له الترافيك ونخلينا بس على الياهو الياهو لا يحين ما بطل بطل الياهو اخيرا من زين خلال نفتح صفحة ثانية اثناء ما يفتح له الياهو المسن لح ما تقوم بايت ونخلينا بطل ممتح 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 ثلاثة كيلو بايت لما اسأل ليحما بطل والياهو ليحما قاعد يفتح ليحن السرعة واحد كيلو بايت اثنين كيلو بايت اخ عموما راح انتظر اشوف خلال هاليومين هم طبعا صار لي اكثر مثال سابع عاني من المشكلة هذي اه نزلنا بالبايتات تحت اقل من الكيلو بايت 1.5 كيلو بايت قاعد عاني من المشكلة هذي صار لي اكثر من سابع وقاعد اتصر عليهم وقدم شكاوي واني قاعد اتفعلهم مشتركات من غير ما استفيد من الخدمة اخر شيء كلمت الي حين انه له المسؤول عندهم يعني طبعا مشاكل يعني صراحة طاولت بالصوت عليهم فحاولوني على مسؤول عندهم مسؤول قال لي انتظر خلال يومين بالكثير يا يحلوك مشكلة ولا انا حل مشكلتك راح يستمي طول جدا فانا بنتظر غاته اليومين هذون طولوا علي اكثر من هاليومين ما راح اتصال عليهم نهائيا راح اروح الغي اشتراكي وحاول لأي شركة ثانية فيل تو اوبن بيج الله يا حلو الانترنت شفت السراع تحت 73 بايت لا زينت 12 هذه معاناتي مع شركة فيفا حالية والله لا يوريكم المعاناة لا تقدر تصفحون ولا تفوون اي شيء المشكلة اني ادير مواقع ما عندي انترنت اقدر ادير مواقع فيها في حالة سمح الله تجت له الانترنت يعني والسلام عليكم ماه 441 بايت 60 بايت 40 بايت 0 بايت ايوه الله اكبر يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر